دخلت عند الحلاء طلعت لقيت ميسي موقع الانترم ياني طب يا جماعة هو ليه وقع بانترم ليه رفض عروضه السعودية ببص بقى على العرض اللي كان متقدم له من امريكا لقيت هو كان فاضله بند واحد بس ان هم يكتبون له نص البيت لبيض على كمية الفلوس اللي هيدهاله انا بفكر انت بتعمل دي زي ليه كده يا بيكهم انت اصلا في دولة معافة في دولة اصلا كلها ملهاش اي علاقة بكرة القدم ايه ايه مصارعة الحاجات دي ما عندهمش هم حتة كرة القدم دي طب انت عايز تطور امريكا كلها على حسابك من جيبك يعني طب ايه الفكرة ايه الهدف من ورا انك انت تجيب ميسي بالارقام دي كلها عندك وكده كده الناس فاكرا ان الموضوع هينجح او الموضوع هيشدة او مثلا امريكا هتبقى من الدول اللي هيتخش في الكرة مش هتخش مش هتخش ده ميسي واحد بس هيلعب لك سنة ولا سنتين والموضوع هينام زي الدور الصيني كده اللي هو ملوش اي قيمة انت بالنسبة لك جابوا كام واحد كده ما نجحتش الفكرة خلاص فانت لا هتدفع التكاليف من جيبك يا بيكها لكن احنا العرض بتاع السعودية كان معلوض بشكل معين بشكل محترم بشكل فكر معين انت هتيجي هنا هنرجع لك الشغف تاني انت هتروح تعمل ايه هناك هتلي واحد بس تعرفه في الدولة الامريكية ما عرفش غلالة غزية للمصري ما عرفش اصلا بيلعب دلوقتي ورا بطل مين هناك علشان تلعب معاه ازاي انت تستبدلون ادنى بالذي هو خير يا راجل فين العقل فين العقل لما تروح هناك وسط الشغف والملحمة طب انت خلاص انتهي الشغف بالنسبة لك طب خلي اخر سنتين من عمرك يبقى فعلا فيهم حماس ايه لي وفلوس فلوس انا قلتها مبارح انه الموضوع ماد بس مش للدرجاتي ليه هم حقه والله مسي انا بالنسبة لي صفقة بالنسبة لي بعد الحركة دي لا ولا ليه اي لازمة ولا ليه اي لازمة قسما بالله قسما بالله كانت افضل له ان هو يجي السعودية كانت افضل له ان هو ينهي مسيرته عندنا لعدة اسباب مش علشان يلعب عندنا ولا على ارضنا انا ما بتكلمش في دي خالص انا بتكلم في نقطة بس لها حتة لما انت تكون في فريق وكريستيانو يكون في فريق ومنزيمة يكون في فريق ومدرش في فريق انت متخايل شكل العام بتاع الموتشوات اللي زي دي هتبقى عاملة ازاي كل واحد فينا بيتحدى نفسه بقى احنا خلاص كسرنا سن التلاتينات خلاص بنتحدى نفسنا نفسنا ان احنا نجيب بطولة ونرجع زي ايام زمان نائر ونقير الكلاسيكو الدربيات ان احنا نفضل الالتحامات والناس تتفرج والاعلام والدنيا والسوشال ميديا ايه انت روح تتلعب مع نفسك انك محادش يتفرج عليك محادش اصلا يعرف مين انتر ميامي ده لم حصل ميامي بتاعتنا بتاعت اسكندريا ولا محصل الانتر بتاعت ايطاليا مين ده اصلا ده الترديب من 15 فين الفكر في كده عشان الفلوس عشان الفلوس والله العظيم ما عارف اوليه والله ما عارف انا انا من مبارح وانا بقول الموضوع محصوم خلاص هيجي السعودية ايه الفكر ده ده تخلف والله تخلف